والآن مشاهدين الروح إلى مراسلنا خالد جاسم اللي رح ياخذنا دائماً بجولة المميز زي سعد صباحك يا خالد وأهلا وسهلاً بك ويانا صباح الخير عليك خالد صباح الخير يا دينا صباح الخير يا وهج صباح الخير صباح يوم جديد مليء بالطاقة والحيوية على كل متابعين ومشاهدين مشاهدي قناة دجلة وبالأخص برنامجنا الصباح المميز دائماً بوجودة يا بنات شكراً لك يا خالد اليوم احنا موجودين هنا داخل جامعة دهوك نعم يا بنات اليوم احنا موجودين هنا داخل جامعة دهوك اللي هي تعتبر واحدة من أرقد جامعات الموجودة داخل العراق اتأسست هاي الجامعة عام 1992 طبعاً هاي الجامعة يا وهج ويا دينا أكيد رح أذكركم بأيام الدراسة وكذلك المشاهدين نعم ليميز جامعة دهوك عن بقية الجامعات صرحتنا نجذبني موضوع المساحات الخضراء الموجودة داخل هاي الجامعة يعني مساحات كل الشيء تبيروا وبنفس الوقت أنه النظافة والترتيب إضافة إلى الطلبة الموجودين اليوم جولتنا رح تكون عن معرض فني طبعاً المعرض الفني رح يكون هنا بالقلري الخاص بجامعة دهوك رح نتعرف على مجموعة من الرسامات نعم وبنفس الوقت رح نتعرف أكثر عن المهرجان طبعاً هذا المهرجان هو مو بس فقط يخص الرسم أو النحت بالعكس هو أيضاً يوم أمس كان هناك عزف بالآلات الموسيقية الكردية وبنفس الوقت اليوم رح يكون حالياً الرسم والنحت أما مساء فرح يكون عرض مسرحي وكذلك رح يستمر اليوم غد أيضاً رح نبدي جولتنا وإن شاء الله يكون هذا فعل خير طبضل يا خالي تنهوى إليك هذا هو المعرض نعم طبعاً هذا المعرض هو بعد قليل رح يبدأ رح يتم افتتاح المعرض من قبل السادة رؤساء الجامعة الموجودين هنا إضافة إلى السيد محافظ دهوك وشخصيات أخرى صباح الخير صباح الورد صباح جوار عارفين عن نفسك أنا مريم يوسف من دهوك وخريجك مع الفنون سنة 2021-2022 مريم بالبداية رح تعرفين عن هاي الرسمة اللي مشاركة بيهن هاي الرسمة مال يسوع المسيح أنا اختارت هاي اللوحة لأنني بحديت مسيحية بمعهد واختارت اللوحة حتى أبين عن رمز الديني حالي سليش عشتريش دايماً يا مريم يعني أشوف أن الرسامين يعانون يعني مثلاً هاي الرسمة ممكن أن أخذت من عندش فترة كلش طويلة تقريباً ستة أشهر لأن المشروع مال سنة كاملة نحن من نشوف هي طبعاً بين الإبداع الموجود بيهن بس أنه ما نتخيل أنه هي تأخذ كل هذا الوقت مو أحسن بسبب لأن احنا نداوم من ساعة ثمانية ونص إلى ثنتين ومن ثنتين شارن يبدي المشروع لساعة خمسة بسبب هذا المعرض يقدر يطور بأحلامه ومشاريعه وكشف يا مريم حين نتمنى لش كل التوفيق وإن شاء الله الله يوفقك شكراً لك نعم زميلاتي يعني راح نستمر وياكم بالجولة مثل ما تشوفون حالياً نحن موجدين بهذا المعرض شوية زميل المصور يتقرب على الصور أنا راح أطلع خارج كاميرا حتى نشوفكم الإبداع الموجود بهذه الرسومات الموجودة بعض الرسومات تمثل الطبيعة الموجودة داخل محافظة دهوك مثل ما تشوفون أنه هي دائماً ما تكون محافظة دهوك هي محافظة خضراء طبعاً لغاية الآن أنه الإجبال وغيرها من المناطق هي خضراء لذلك نشوف هذه الرسومات إضافة إلى التراث الكردي بالملابس النسائية مثل ما تلاحظون بهذه الصورة إضافة إلى المعاناة اللي عاشوها السابقاً ولغاية الآن ورح نلتقي مع واحدة من صديقاتنا صباح الخير شونيش؟ تفضل هنا شونيش؟ الحمد لله زينا نترك الخجل صح؟ أي ببدا يعرفين عن نفسك أنا أماندا هيثم من بغداد بس عايش هنا بدهوك أدرس فينوم جميلة تشكيلي أول سنة مرحلة يعني مرحلة أولى طبعاً إحنا نشتغل يعني هاي يعني أول سنة إحنا نشتغلنا جداريات مرحلة أولى اشتغلت جداريات مرحلة أولى صح؟ مرحلة أولى؟ زين شنو المشاكل قبل ما نبدأ بالرسومات؟ شنو المشاكل اللي تواجه دائماً طلاب المرحلة الأولى؟ اللي ما يعرف يسوي سكيتش صح والتضليل اللي ما يعرف الظل من يعني يسوي تدريج بالقلم الرصاص هذا كلش صعب رح يكون على واحد أنه يبدأ مشروعة بالفن وهاي يعني بالرسم وهذه الشغلات زين ما عدل الرسم شنو اللي تواجه هنا بالمرحلة الأولى من الصعوبات؟ متنمرين مرحلة الرابعة تنمر مالتهم هواية بعد ما خلصتها المشكلة هاي مشكلة أزلية اي ما تخلص شون أكثر شي الرسومات اللي عجبتش موجودة هنا بما أنه انت طالبة مرحلة أولى ممكن أنه راح تشوفين الرسومات راح تضيف لتش معلومات وممكن أنه تختلطين مع الرسامين أيضا راح ينطونش معلومات تقدرين أنه تكملين طريقتش وتكونين موهوبة أكثر أنا أكثر اللوحات اللي تعجبني اللي تكون واقعية الخيالية هم حلوة بس الخيالية تكون من ذهن الرسام فكل رسام يختلف تفكيره عن رسام آخر والتكنيك هم من اللوحة اللي طريقة رسمها اللوحة تختلف فأني يعجبني الواقع الأكثر ممكن أنه نخرج خارج كاميرا حتى المصور يعرفنا أكثر عن هاي الصور شنو الموجودات هنا هاي الصور أنا دا أشوفها أنه ممكن نحن نشوفها صور بسيطة بس ممكن أنه هي تاخذ من الرسام ساعات طويلة أو أيام يعني هسا شفت صديقتنا مريان قالت أنه هاي الرسمة ستة شهر طوالة اي صح أكو لوحات تشوفها كلش بسيطة يعني تاخذ وقت منك هواية لأنه الرسام المفروض يعني من يرسم يكون عنده وقت خاص أنه يفكر باللوحة مالتة بالألوان اللي راح يخليها والطريقة التكنيك مالتة شن راح يسوي الطريقة اللوحة مالتة يعني ياخذ وقته هواية بالرسم يعني جداً أشكرت وشكراً إليك ورح نرجالك إن شاء الله مرة أخرى شكراً عاشك يديك ومنه بدا إلى أبدأ إن شاء الله شكراً بس سؤال أخير شنو حلمتش يعني حلمي أكون رسامة طبعاً هو أكيد أكيد حلمتش تكون رسامة بس تصليل للعالمية طبعاً اليوم إحنا ليش ما نشوف أنه أكو بنات أنه يطمح أن يصليل للعالمية خصاً أنتن يعني بعدش نبسن صغير ونطمح أنه نشوف رسامات مشهورات على مستوى العالم مثلشن أكيد حتى يقتدون بيتش الأجيال القادمة ونتمنى لشكل التوفير شكراً شكراً إليش نعم زميلاتي أكيد راح نبقى مستمرين وياكم بجولتنا صباح الخير صباح النور شونتش الحمد لله نقدر نطلع لها المنطقة أي آتي تمام راح ناخذكم بمكان آخر حتى نتعرف أكثر على هذا المعرض مثل ما تشوفون ممكن أنه يقربنا شوية صديق المصور أنه خلف الرسومات تشوفون أنه أكو أعمال اللي هي أعمال النحت طبعاً هاي الأعمال أيضاً هي من نتاجات الطلبة الموجودين داخل محتفنون الجميلة الموجود داخل محافظة دهوت صراحة أنه معرض كل الشبير يحتاج أنه إذا ردنا ناخذه كله فنحتاج إلى ممكن أنه أكثر من ساعة الرسومات المتواجدة ممكن أكثر من 200 رسمة إضافة إلى النحت الموجود فرح نلتقي بأحدى الصديقات صباح الخير صباح النور شونتش الحمد لله بداية نحفين عن نفسك أنا أمير أنا طالبة أميرة سعاد من جامعة دهوت مأحد فنون جميلة قسم رسم تشكيلي مرحلة الأولى الله يوفقك شكرا أرجع وأسألش نفس السؤال شنو المعاناة اللي يواجهونها الطلبة بالمرحلة الأولى الأولى اللي ما يعفوا أن يرسموا المنظور هو المنظور الأساسي الرسم كل رسمي بيه منظور وثلاثة لأبعاد والسكيتش اللي لازم يدربون السكيتش والأهم شيء يعني يبدون بالهندسة إذا ما يعفوا أن ذول السياسيين الأساسيين المنظور والسكيتش والرسومات الهندسة ما رح يعفوا يعني يكون المستوى قليل بعيدا عن الفن المعاناة اللي تواجهينا كمرحلة أولى من المرحلة الرابعة بهذا موجودة؟ هي ما يعني أكو تأكيد أكو مشاكل عن نتدرب شوية شوية عن نتطور شوية شوية بس أنه التخطيط هو يعني التخطيط ما ليصاد نين بسهوش كان أكو مشاكل بس السحمد لماكو والمنظور همين عن نتعدل للمرحلة أولى بعدنا تمام شنو أكثر شيء صعب بدراستكم ممكن أنه كثير من الناس يعرفون أو عندما تقولوا لهم أنت خرجت معهد فنون يقول يعني ياخذ نظر أنه معهد الفنون هو معهد فقط يعني فقط للتسلية أو كذا بينما أنا دعا أشوف أنه هو معهد الفنون من أصعب المعاهد يعني ممكن أنه صعوبتها تصل حد الهندسة أو الطب طبع بلي والرسم دعا والرسم كله يعني كله صعب يعني هو كله جميل شوفي شوفي هذا الرسم عند أشوف ممكن زميل المصورة شوي يتكرب دعا أشوف مثلا تفضل هنا دعا أشوف مثلا هاي الرسمة هي بها تعبير تعبيرها كلش واضح ممكن أنه اختيار التعبير هو أصعب من أنه تختارين للرسمة أو ترسمينها بس نشوف أنه هي كلش معبرة مثل هاي الرسومات بلي فضل الله أنه هاللوحة ما يفهمها إلا اللي رسمها إلا الفنان وأكو يمكن أكو الناس تشوفوها رسمي عادي بس هي رسمي مو عادي أبد في شغلات كلش واقعية وأنه طبعا عين الفنان يختف عن عين الإنسان الطبيعي صح زين أنا أريد أشوف معاك هاي الصور اللي هي الصور اللي تخص الأطفال نعم يعني مشاهدينا رح نرجع لتأكيد بكويانا مثل ما تلاحظون أو تشوفون هنا أنه هاي الصور الموجودة هي صور يتعبر عن الأطفال والمعاناة اللي يعانونها بنفس الوقت اللي لاحظ أنه هاي الصور ممكن أنه تقول الطفل هو بداية عمرة مثل ما تشوفون هنا هنا تشوفون أنه هاي الصورة أنه هي للطفل يعني مريض أو مصاب بالسرطان لذلك إحنا دائما ما نقول أنه هو الفن هو رسالة كلش سامية ممكن أنه نوصل أو ممكن أنه الرسامي ووصل صوته ووصل الحقيقة اللي اللي موجود من خلال مثل هاي الرسومات مثل ما ذكرنا يا زميلاتي نعم هاي الصورة ممكن أنه تعبر عن المصابين بمرضى السرطان وغيرهم وهنا رسومات أخرى الحد هنا ممكن أنه نكملوا ياكم أو تسمعيني يا وهج نعم 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 خالد نسمعك أكيد إحنا عدنا متسعة من الوقت وحبين تأخذنا أيضا لجانب النحط إذا كان موجود أو غير من التفاصيل المتواجدة في جامعة نعم نشوف إحنا خالد كمان منحوتات وأعمال فنية أخرى فإحنا رح نكون معاش سنشوف باقي التفاصيل تمام أنا رح أحتاج إلى نص دقيقة يا بنات حتى ننتقل إلى المكان الموجود بالمنحوتات ورح نرجع لكم مرة ثانية حتى بس نصل للمنطقة بها المنحوتات نعم خالد أكيد إحنا نستمر وياك بهذه الجولة وصراحة كلش من حمسين نشوف التفاصيل ونشوف أيضا الإبداعات اللي دايش سووها بناتنا وشبابنا بكل الجوانب سواء كان بجانب الرسم بجانب النحط بجوانب عديدة الحلو أن تقام مثل معارض تبين إنجازاتهم تتوج نجاحاتهم حتى ممكن هما يشجعون أكثر أنه ينتجون ويقدمون وصراحة صح معك حق وهاج يعني كثير في عندنا طاقات رهيبة ورائعة عند الشباب دائما نكون إحنا فخورين فيهم جدا وبأعمالهم بإنجازاتهم حلو هاي الطاقات يتصلط الضوء عليها يكون في مكان يقدروا يبدعوا فيه ويظهروا هواياتهم وشغلات لهم مشاطرين فيها لأنه دائما عندنا بالمجتمعات العربية للأسف خصوصا الأهل أو حتى الجامعات أو أي أماكن تعليمية بتركز على المجال العلمي أو التعليمي أكثر ولكن حلو كمان نحن نسلط الضوء على الجوانب الأخرى والإبداعات الموجودة عند شبابنا خالد نحن نرجع لك لحتى نكمل الجولة معك أكيد نعم يا دينا ويا وهج وصلنا لهذا المكان اللي هو المكان الموجود بالمنحوتات داخل هذا المتحف بنفس الوقت زميلاتي رح نأخذكم أو رح نعرفكم عن الرسومات اللي رسمتها هاي البنت المبدعة نعم اللي كلاش لازم نشجعها ونقفوا إياها رح تشوفون الرسومات مالتها هي ترسم على الجدران بداية الزميل المصور اتقرب على هاي المنحوتات اللي موجودة هنا مثل ما تشوفين يا بنات هاي المنحوتات هي إنتاج للطلبة من المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الرابعة المتواجدين داخل هاي الكلية وبنفس الوقت المعهد هو معرض مشتركة هنا نلجأ هم نقولي الصباح الخير الصباح المنحوتات هي أسهل لو الرسم هو الأسهل والله بنظري المنحوتات أصعب لأن شو السبب؟ لأن كلها وجوه لازم يعني تكون هيئة رقيقة معايا يعني هيدي هيدي وفاكد أحد الرسم النحة أصعب بس الرسم بصعوبات كلش همين هذا الرسم هذا الرسم على الجدار هو الرسومات لو من هاي الجهة أوكي نعم زميلاتي هاي هي الرسومات اللي راح ناخذكم أنا وصديقتنا راح ناخذكم بهاي الرسومات تفضلوا يا تفضلوا يا هاي الرسومات هي هاي الرسومات اللي إحدى الطالبات الموجودة داخل الجامعة كلش حلو أنا صراحة من أشوف هكذا بنات مبدعات ويكون نفس الوقت بي المرحلة الأولى دعم عليكم أهلا هنا موجود بل نعم شمن اللي تشوفها مميز بهذا المعرض والله المميز يعني الناس يجون يتفرجون كل يعني يصير دعم إلنا نشتغل أكثر التجهيزات تصير أحلى يعني كل مرة إذا يجون الناس تصير فالدعم قوي إلنا اي نعم طالب يا مرحلة مرحلة الرابعة آها كل الزي هذا هو صديقنا اللي أبحث عنه بما أنه بالمرحلة الرابعة يا واهج ويادينا أنتم ليش دائما تتنمرون على مرحلة الأولى شون يعني يعني دائما أنتم شوفون من طلب يا أبا يعني يجون المرحلة الأولى من يجون يعني يشوفون نفس مهوا يعني فت مميز شنو أغرب أغرب موقف مرت به مع طالب من المرحلة الأولى أو شفت هكذا يعني شون فت يعني شفت شيء عن طلاب بالمرحلة الأولى. أول ما أول يوم اللي داوم كذا. ها من يوم اللي يجد فمن شفت شفت شي حلو. الأحلى شيء إنه قبلوني هنا كطالب. ويومية مثلا شون أقل لك يعني. بما أنه طالب مرحلة رابعة شنو اللي راح تحمل عليه بعد ما تتخرج. آها. فطموحك. نستمر. نستمر بشهر. نصل لشهر أكثر لأنه هذا الشي يصير دعم المدينة مالتنا هم. لازم. تستاهل. تستاهل أكثر إيه نصير تصير دعم أحسن للدهوك وحتى تشهر بعد. شكرا لله. يا أهلا نستمر. نحفظك. مشكور حاليا. شكرا. أهلا. نعم يا بنات ممكن أنه آآ 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 البنت اللي تشاركها تويانا بهاي الرسمة راح تنظم منها مرة ثانية طبعا صديقنا هنا دخل علينا بالفجأة فاضطرين أنه نأجلها آآ آآ تيسير أريد تأخذ لصورة عامة ممكن أنه لهاي هاي الرسمة على الجدار. أريد هذا هو أيضا نتاج للطلبة صح؟ هذا رسم تكعيبي. هذا الرسم مو أي واحد يفهم. ولازم دراسة. وعنا عم ندرسه. آآ هذا الرسم كله تكعيبي. يكون شغلات يعني اختلاف يعني ما أي واحدة يفهم. يعني اللي يكون فنان ولي دارسه. وهذا شغلي. كنت طولت بهاي الرسمات؟ تقريبا بسبوع. أسبوع هاك الشي. عفو بس طولت بأسبوع صح؟ صح. فقط رسمت هنا لو بأماكن. بلي رسمت توجد جزان اللي فوق. ولوحات معلقة داخل الماحة. لوحاتين عندي. شكرا إليك. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. والله يسهل عمرك إن شاء الله ونشوفك عالمية إن شاء الله. شكرا إليك. نعم زميلاتي حد هنا رحت انتهي جولتنا اليوم. أكيد انتظرونا بجولات أخرى من محافظة دهوك. كنت أتمنى صراحة أنه يكون المعرض بمشاركين. أكثر حتى نأخذ أكثر عدد ممكن. لكن أنه الافتتاح تأخر. لكن إن شاء الله أنه انطينا لكم وانطينا للمشاهد صورة حلوة عن المدينة. وبنفس الوقت صورة حلوة عن جامعة دهوك. اللي هي تعتبر مثل ما ذكرنا وحدة من أعرق الجامعات اللي خرجت آلاف من الطلبة بمختلف الاختصاصات. حد هنا تنتهي جولتنا. وأكيد رح نلجع لكم بالأيام القادمة بجولات أخرى. أكيد إن شاء الله. شكرا لإلك خالد على هالجولة رائعة جدا. كنا نتمنى كمان يكون معانا وقت أكثر لحتى نشوف باقي الأعمال الفنية. ولكن كانت الجولة كافية وجميلة جدا. شكرا لإلك خالد. موسيقى موسيقى